بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرح المرسلين اليوم نكمل لشابتر 3 وآخر لكتشار نشوفه اللي هو لكتشار 4 نشوفه if else if else end structure ايش طريقة هذي هذي لما يكون عندي مثلا عندي expression 1 اذا تحققت ال expression 1 ننفذ اللي اللي هي statement 1 ويطلع خارج البرنامج بعد ال end اذا كانت true اذا كانت صحيحة اذا هذا ال statement غير صحيحة فهو المفروض يروح لللي بعدها لكن هنا ما راح يروح لل else مباشرة لا لا يروح يعمل else if وإلا فاذا كان يشيك على expression اخرى اذا هذا ال expression صحيحة يروح لل statement 2 ينفذها وبعدين يطلع خارج البرنامج اذا كانت هذه ال statement الثانية غير صحيحة فهو يروح مباشرة لل else ومن بعد هنا في ال statement 3 ويطلع خارج ال program يقول لك انه ال else if وال else هدولة اختياريات انت بس حسب الطلب اذا محتاجهم تحطهم في البرنامج لكن ممكن يكون فيه برنامج تستخدم فيه ال if بدون ما تستخدم فيه ال else if وال else ما هم شرط انهم يكونوا موجودين يعني تستخدم بس اذا كنت محتاجهم طبعا ال else if هذه ما راح تتنفذ الا اذا كانت اللي قبلها غلط خطأ وال else هنا ما راح تتنفذ الا اذا كل اللي قبلها غير صحيح نطر شوف مثال هنا عندنا اذا كانت الدرجة اقل من بين 60 صفر و 60 وبين 60 و 70 هنا عندنا 60 هنا عندنا 70 هنا عندنا ال f وهنا عندنا d وهنا عندنا c شوف البرنامج تبعنا اكتب البرنامج ندخل الجيل نعطيه قيمتها شيك عليها اذا هي اقل من ال 60 فهو حيطبع اللي اش على الشاشة grade f ال f هنا و الا لاحظ هنا هل احتاج اقول له انه الجيل انها بين 60 و 70 من جديد لا لانه هو اصلا ما راح يوصل هنا الا اذا كانت هذه خطأ الا اذا كانت الجيل اكبر من ال 60 الا اذا كانت الجيل اكبر من ال 60 فانا احتاج بس اعطيه الشرط اللي هو انها تكون شرط انها تكون اقل من ال 70 ولذلك اذا كانت موجودة في هذه المنطقة حيطبع لي انه grade d و الا هل احتاج اقول له و الا فاذا كانت اكبر من ال 70 لا لا لم اتأكد ما وصل هنا الا لما كانت اكبر من ال 70 اش يسوي اروح يطبع لي grade c نشوف على المتلاب ننفذ البرنامج هذا نقول له ال 50 ال 50 حيطينا f نروح ننفذ هنا نطلق يطلب منها نقوله مثلا نعطيه 75 حيقلنا grade تبعه c ننفذ من جديد نعطيه 65 قلنا grade d اذا سوينا برنامج يعطينا هذه grade كلها لكن ال else لاحظ ال else ما نقدر نستخدم منها الا واحدة وال if كمان ما نستخدم منها الا واحدة وما في ال end واحدة في كل else في كل if statement لكن ال else if هذه ممكن نستخدم منها اكثر من multiple هنا اكثر من واحدة يعني 3 4 5 6 نشوف مثال هنا عندي ما بين ال 0 و 60 f 70 70 80 c 80 واذا كانت اكبر من 90 ف grade a نشوف هنا ندخل grade اذا كانت اقل من 60 grade f اذا كانت اقل من 70 زي ما شفنا المرة الماضية اذا قلنا اقل من 70 فهذا مؤكد انها ما بين 60 و70 اذا كانت اقل من 80 c اقل من وإلا هنا نحن هنا ما رح يوصل هنا إلا اذا كانت مؤكد انها اكبر من 90 لانه هيشيك عليهم كلهم قبل ما يوصل لهذا grade a نشوف هذه في المتلاب ننفذ هذا البرنامج ندخل 50 f ندخل 95 هايقول لي a ندخل 85 هايقول لي b اذا بهذا الشكل نكون تقريبا عندي برنامج ممكن اي مثلا مجموعة من الطلاب يجي الطال يقول درج 75 يقول ل عندك c ممكن يكون موش بالدرج ممكن يكون باسألك مثلا اعطيني رقم تلفونك اعطي اسمك او ادخل اسمك اقول لك رقم تلفونك كذا او اي برنامج ممكن يخطر ببالك ممكن تسويه بهذه الطريقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته